الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل شيء الحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أنعم علينا بنعم لا تحصى ولا تعد من أشرف هذه النعم أنه أرسل لنا حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد رحمة الله للعالمين قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالناس جميعاً يحتاجون إلى الرحمة في كل شؤونهم وأحوالهم وأشد الناس حاجة إلى الرحمة المذنب والعاصي فإنه يكون ضعيفاً يحتاج إلى من يرشده إلى طريق الله سبحانه وتعالى لذا كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم رحيماً بالمذنبين والعصاه رحيماً بهم لأنه الرحمة ولأنه القائل كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فالخطأ من طبيعة الإنسان فيجب على كل إنسان أخطأ أو أذنب أن يبادر في الرجوع إلى الله عز وجل لأن باب الله مفتوح لأن باب الله لا يغلق والله يفرح بتوبة العبد فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يرحم الجميع وفي مشهد تتجلى فيه الرحمة المحمدية رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم في زمانه وفي عهده كان رجل هذا الرجل اسمه عبد الله وكان هذا الرجل قد أقيم عليه حد شرب الخمر فأتي به مرة أخرى فأقاموا عليه الحد من الواقفين صحابي قال في حق هذا الرجل الذي أقيم عليه الحد اللهم العنه الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الإنسانية بأكملها كيف يكون التعامل فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله هذا العاصي الحبيب يقول عنه أنه يحب الله ورسوله ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم هكذا يعامل النبي صلى الله عليه وسلم العصاه والمذنبين يقربهم إلى الله يحببهم فيما عند الله عز وجل فهو الرحمة المهداة لذا وجب علينا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم من رأى منا عاصيا أن يرحمه وأن يأخذ بيده إلى طريق الله وأن يرشده إلى الله وأن يحببه فيما عند الله عز وجل هذا هو نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين اللهم آمين أحباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كونوا جميعا على نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم نصلوا إلى النجاة في الدنيا وفي الآخرة هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته